من الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله النهاردة في محافظة أسوان هيتم تسليم 4677 بوليس التأمين تكافولي ضد الحوادث الشخصية بتغطي الوفاء أو العجز الكلي أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة المسجلة في مدرية القوى العاملة بالمحافظة في إطار التطوير الدائم والحرص على تقديم خدمة مميزة النهاردة في القاهرة المية حتقطع في مناطق الشرابية بالكامل وحتكون ضعيفة في مناطق باب الشعرية والظاهر والعباسية وده حيكون من الساعة 12 للظهر والغاية الساعة 12 بالليل وده بسبب أعمال تحويل مسار خط مية قطر 1200 مليمتر أسفل كبري غمر النهاردة هتنطلق بطولة بلاك بول الدولية للسكواش بمشاركة 48 لعبة محترفة هتتلاقى بالبطولة في ملاعب بلاك بول في التجمع الخامس ومن أبرز العيبات اللي هتشارك في البطولة نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم ونوران جوهر المصنفة الثانية على العالم وهانيا الحماني المصنفة الثالثة على العالم النهاردة كمان حيكون نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخمسة في الغداء والنهائي النهاردة حيكون بين منتخب كفر الشيخ ومنتخب محافظة الدائم اشتركوا في القناة